ودعنا سنة واستقبلنا سنة جديدة وكل التمنيات بالخير والسلام والاستقرار لبلدنا وللبنانيين ولكن هل فعلا هالتمنيات قادرة تتحقق بيظل الورثة الكبيرة اللي ورتناها عن سنة 2021 ورح تستمر معنا بالـ 2022؟ كل المؤشرات مع الأسف بتخالف تمنيات اللبنانيين مؤشرات بالسياسة وبالأرقام بالاقتصاد وبالميل وحتى بالوضع الاجتماعي خلينا نبلش مثلا بالمواقف السياسية اللي رافقت آخر أيام السنة الماضية سمعنا كلام لرئيس الجمهورية بإطلالة كان يفترض أن تكون مطمئنة أو بتاعة أفق للبنانيين بالسنة الجديدة ما سمعنا فيها إلا أسئلة أسئلة وأسئلة وما كانت الأسئلة جديدة سمعناها بالـ 2020 وسمعناها بالـ 2019 ودايما ما فيه أجوبة فيه دايما تحميل المسئولية للآخرين لمنظومة ما بنعرف مين بالضم مين أبطالة ومين خارجة بالمواقف السياسية كل المواقف حتى من رئيس الحكومة كانت سودوية مع الأسف ننزل من كلمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أو حتى بالأمس رئيس تيار الوطني الحر لنشوف أنه كل الكلام وكل المواقف تدور أو تتمحور فقط على الاستحقاق الانتخابي وما بعده الاستحقاق الرئاسي وكأنه بالبلد اليوم هن الاستحقاقين الأساسيين بمعزل أو بغض النظر عن الاستحقاقات الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكثير مقلقة ومخيفة بظل الأرقام اللي عم نشوفها إن كان على مستوى الهجرة أو كان على مستوى البطالة أو إن كان على مستوى ارتفاع الدولار أو كل الأمور اللي عم نشوفها واللي عم بتأشر بشكل واضح إلى حالة من العنف الاجتماعي من الخطر على لبنان وعلى مجتمعه وعلى كيانه الدولار إذا ما نحكي بالتوقعات الدولار بات دون ثقف رغم تعميم مصرف لبنان وإخيرا التعميم 161 اللي عم بحاول يمتص فيه السيولة بالليرة ولا يعطي دولارات أكتر للناس يمكن اللي يريح شوي السوق شفنا إنه مع بداية السنة ما عطى أي نتيجة هذا التعميم لبلغ الدولار يعود مع الأسف إلى الارتفاع العزل العربية والدولية بعدها قائمة الضغط الخارجي لإجراء الانتخابات بموعدها رح يزيد أكتر وأكتر ولكن هل الأفريقاء بالداخل بدهم انتخابات أو إنه رح نشوف خطوات تعطيلية لهالانتخابات حتى ما تسير وتغير بموازين القوى مثل ما هي قائمة اليوم بسنة الانتخابات بالوقت اللي كان مفروض إنه الحكومة تكون بحالة اجتماع مفتوح بحالة طوارئ لمواكبة الأزمات القائمة عم نشوف إنه التعطيل مستمر وما في أي مؤشرات بإنه رح يتوقف التعطيل على مستوى السلطة التنفيذية وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع نفس الشي بالنسبة للبرلمان اللي مطلوب منه ورشة تشريعية تواكب أي مفاوضات مقبلة مع صندوق النقد عم نشوف إنه كمان إذا ما تجمعت أكترية على عريضة نيابية تقدر تفتح يعني الطالب بفتح مرسوم دورة استثنائية علما إنه هيدا الموضوع وحسب ما هلأ نبين من المواقف بين جبران باسيل وعلي حسن خليل اللي عم نشوف المواجهة عم نشوف إنه المواجهة رايحة لأبعد ما بتأشر أبدا إنه نحنا رايحين على هلحلة هيدا يمكن جزء بسيط أو عينة بسيطة من الاستحقاءات اللي نطرتنا بالـ 2022 مشان هيك أنا ما بقدر أعطي هالسنة اللي جاية إلا عنوان واحد مش بس هي سنة استحقاءات انتخابية بتاخد البلد على محل تاني بظل الصراع القائم على إعادة تكوين سلطة ما بنعرف كيف راح بتكون هي سنة تكريس الانهيار والأخطر بهيدا الموضوع إنه ما في أي وعي أو إدراك لبل عم نعيش بحالة إنكار بهذا الانهيار الذي سيرسي بكل سقله على الـ 2022 موسيقى